شعبنا العراقي الكريم أبناءنا وبناتنا في ساحات الاحتجاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكليف محمد توفيق علاوي رئيسا للوزراء من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي لم يخمت فتيل الاحتجاجات المندلعة في بعض المدن العراقية في ظل مؤشرات على غياب الثقة بين الشارع والكتل السياسية كما حدثنا المتظاهرون المعادلة اللي اجت بعادل عبد المهدي اجت بمحمد توفيق علاوي ولذلك تشوف غضب داخل الساحات رفض شجب استين كارويل جاء بطريقة لي الأذرع مطابق لمواصفات الساحات ولذلك تشوف الرفض بكل الساحات شبه الإجماع هو مرفوض جاء بطريقة لي الأذرع يتحملون مسؤوليته هي المعادلة اللي اتت بهذا المرشح ما تتحمل مسؤوليته الساحات احنا للريدة هم يتحملون مسؤوليته من الساعة الأولى الذي تم التكليف به هو كان مرفوض من الساحات ولا يزال الحد الآن مرفوض والآن أكدت المرجعية اليوم على رفض أي شخصية تنفرض على الشعب العراقي اللي إذا كان ما رأيتها الشعب وهم يرفضون علينا احنا ما راح نقبل به والمرجعية اليوم أكدت هاي الحكومة الجديدة راح تشكل الحكومة ما راح نستفاد من عتشي رسائل رد صريحة ومباشرة من الحراك تكليف علاوي الوضع بعد التكليف ازداد السوءا ولم يقترب من الحل الناجع بحسب مراقبين أنا ما متأمل من لاهي الحكومة المكلفة لأنه وجدتي من داخل العملية السياسية إذن إذا مصالح حزبية بعيدة كل البعد عن ما احنا نريده كمتظاهرين أربعة شهر طالعين شو نريد؟ نريد حياة كريمة ما رأيدي شيء أكثر من هذا نريد أمان نريد ديمقراطية نريد استقرار احنا مو همنا الشخصية بحد ذاتها بس بقدر ما هي اهمال الساحة واتفاقهم على هذه الشخصية اللي جابوا وفق محاصصة نفس ما جابه عادل عبد المهدي فهو هذا السبب اللي أجج الساحات إذا كان رئيس الوزراء حسب ما يأدي أو يعطي للمتصمين مطالبهم المشروعة اللي إجاءوا من عدها فقطعا ويقينا هذا الوضع سوف يهدئ من المظاهرات في عموم أنحاء العراق لأن من المطالب المهمة التي جاء بها المتصمين أن يأتي رئيس وزراء يكون قادر على تلبية هذه المطالب مطالب المحتجين السلميين التي نادوا بها منذ أكثر من أربعة أشهر وأن من في الساحات هم أبناؤنا السلميون الذين يستحقون كل تقدير واحترام وواجبنا خدمتهم علاوي لم يتوقف عن مغازلة المتظاهرين وجس نبض المعارضين لتكليفه ترجمة نانسي قنقر